احلى حاجة في مصر ايه صح ناسها الناس احلى حاجة في الناس هي عينينا المصريين انا بكلمك بجد عايزك والله لو استطعت يعني انك انت انت في المواصلات انت ماشي على رجلك انت ركب العربية في اي وقت ركز في عينينا المصريين هتلاقي عينيهم فعلا طول الوقت طيبة طول الوقت انا عجبني جدا بقى في المبادرة بتاعت كلنا واحد حاجات كتير بصراحة بس يمكن حاجتي مهمين جدا انا احتاجك واستأذنك انك تركز معهم اولا هي الفكرة نفسها بتاعت مبادرة كلنا واحد دي فكرة رائعة جدا 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 وعجبني اوي اهتمام الدخلية بانها طول الوقت شغلة في المبادرة كلنا واحد بتابعها طول الوقت ما بتتعملش مرة ولا مرتين وكل سنة واحدة طيبين وشكرا لأي طول الوقت موجودة مع الناس الحاجة التانية بقى اللي عجبني ايه هم بيروحوا للناس لحد عندهم انت واخد بالك بيروحوا للناس لحد عندهم مش مثلا يا جماعة احنا النهاردة موجودين في المكان الفلاني من الساعة 9 صباحا لحد الساعة 4 فالناس هتروح وبنظام وكل حاجة ويقفوا الطبور وكل واحد يستلم الحاجة بتاعته وياخد بعض ويروح لأ الدخلية بتروح للناس لحد عندها في بيوتها في وراشها في غطانها زي ما يطلع انا رايح لحد عندك ورايح ولو خدت بالك وركزت يمكن في الفيديو او لو حبيت هتشوفوا تاني على اليوتيوب هتشوف الزباط وهم واقفين وشهم بيدحك مش مش وش عادي يعني مش اللي بيسموه كده بوكر فيس لا خالص ووضح جدا ان الابتسامات والضحكة دي طلعة من القلب يعني فيها روح فيها حياة فيها صدق كامل ده بقى مانا شديدة بص وحكم انت فانا عجبني كده فكرة المبادرة في حد ذاتها واستمراريتها واستدامتها وفي نفس الوقت احنا اللي بنروح للناس لحد عندهم طيب تعالي بقى ننتقل لسه اه شايفة هورو مبادرة جميلة 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 يعني والله العظيم حاجة تانية بالمبادرة عجبتني في التقرير وده بقى بعيدا عن مبادرة كلنا واحد بالتحديد يعني انتو خدتوا بالكم شكل المباني اللي موجودة في عموم الجمهورية يعني خدتوا بالكم ان اشكال المباني بقت عاملة ازاي لازم تركز في ده بالمناسبة عشان يجي يقولك ايه ترى هل ترى ومصر حصل فيها ايه مصر حصل فيها حاجات كتير او ممكن نخلص فيها حلقات يعني بس بما ان احنا لسه بنعرض دلوقتي كنا التقارير ده لازم تشوف شكل المباني اكيد اكيد المباني دي ما كانتش كده اكيد اكيد ما كانش ده شكل مبانينا في مصر قبل 2014 ولكن دا كورنيش سهاج ده صح؟ اعتقد دا كورنيش سهاج فين الغربية اه يا سلام الغربية قريبة مننا لا بالمناسبة خلي بالك كل المحافظات الواقعة على النيل اصبح فيها كل واحدة كورنيش ان احمن التاني دا سبيع على سبيل المثال يعني اشتركوا في القناة